تختلف عنوين الأزمة لكنها تتافق في أن اليمنيين يخوضون نزاع السيادة في معركة استعادة الدولة من ميليشيا الحوثي إلى معركة ضد محاولات السيطرة التي تسعى الإمارات لفرضها في جنوب الوطن غير أن الأكثر خضلانا كما تراه شريحة واسعة من اليمنيين هو عجز الحكومة عن الوقوف أمام الناس بل والوقوف أمام انكشاف أهداف الإمارات ومساعيها وتحديدا ما يحدث مؤخرا في محافظة سقطرة فالإمارات التي تواجدت تحت غطاء إنسانيا أعقب تدخل العرب المؤيد للشرعية بدأت في محاولات رسم خارطتها الديمغرافية عبر التأثير على ثقافة الناس وخلق حالة الانفصام بين اليمنيين غير أن ما حدث مؤخرا استنفر الشارع اليمني وخلق موجة احتجاجات وقلق عبر عنه الشارع السقطري ذاته مؤكدا خوية الجزيرة فما هي مبررات الإمارات إذن التي تستدعي جلب الأسلحة الثقيلة في منطقة تعد محمية طبيعية وفق اليونسكو بل وبعيدة كل البعد عن النزاعات المسلحة غير أن زيارة الحكومة لسقطرة والتي أثارت حفظة أبو ظبي خصوصا أمام موجة الترحيب التي قوبل بها رئيس الحكومة وشعارات التي رفعها الشارع السقطري تأييدا للشرعية وتأكيدا ليمنية الجزيرة رئيس الحكومة ومنذ مقدمه إلى المحافظة كما يبدو أزعجت تواجد الإمارات في سقطرة فبدأت بمحاولات إعاقة الرجل وكشرت عن أنيابها ودفعت بقوات عسكرية إلى الجزيرة ونشرتها في مواقع حيوية أبرزها الميناء والمطار الذي أحيط بقوات عسكرية لتطرد القوات الأمنية اليمنية منه حتى أنها منعت الفريق الحكومي من لقاء اللجنة السعودية التي وصلت سقطرة لاستطلاع ما يحدث إذن لا يخفى على أحد النفوذ الإمارات في المناطق الجنوبية ومحاولاتها المتعددة لكسر هيبة الشرعية وفكرة المقاومة أمام اليمنيين ناهيكة عن أضرار كثيرة تحيط بأبناء الشعب وهو ما أكدته الاندبندنت عن احتلال الإمارات لسقطرة مع إمكانية تشكيل جنوب اليمن الجديد باعتباره إمارة ثامنة غير أن الرهانة لا يزال على اليمنيين الذين تبقى لهم كلمة الفصل ككل الشعوب التي قاتلت من أجل انتزاع أوطانها من امبراطوريات عظمى وليس من دولة ناشئة ترجمة نانسي قنقر